كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع إنشاء مصنع بوش الألمني للبوتجازات في مصر خلال الجولة دعا رئيس الوزراء إلى العمل على سرعة استكمال الإنشاءات وبدء التشغيل تمهيدا لدخول المصنع حيز التشغيل وبدء إتاحة منتجاته في السوق المصرية في أقرب وقت ممكن وتتجاوز استثمارات المشروع خمسين مليون يورو كما يوفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ترجمة نانسي قنقر